السلام عليكم شونكم شاء الله زينين وياكم علي هادي علي اليوم عندي معاينة لجهاز شاومي جديد اللي هو شاومي 13 برو هذا هو أقوى جهاز ضمن سلسلة شاومي 13 اللي بيها شاومي 13 لايت وشاومي 13 وشاومي 13 برو هذا الفيديو رح يكون معاينة ونتعرف على التفاصيل الخاصة بالجهاز وشنو الشغلات اللي بيه قبل شوية خلص المؤتمر الخاص بشاومي في MWC تعالوا خلي نتعرف على الجهاز بس قبل كل شي خلي نكمل المعاينة ببرشلونة فنكمل هناك تعالوا يا هلو مرحبا من برشلونة وهذا هو جهاز شاومي 13 برو خلي نسولف على أول نقطة اللي هي شكل الجهاز من الخارج طبعا الجهاز هو من الخلف من السيراميك وأكو طبقة حماية اللي هي القوريلا جلاس فيكتوس وزن الجهاز تقريبا 229 غرام أكو ثنين سيم كارت موجود بالجهاز بطاقة ذاكرة خارجية ما تقدر أنه تخلي الحلو بهذا الإصدار أنه الجهاز مقاوم للمياه والغبار حسب شهادة IP68 شغلة الثانية أنه الصوت اللي موجود هناك خلال تجربتي إليه رهيب جداً أكون عندي سماعتين فرح تنطيك صوت محيطي رح يكون خيار كلش مناسب من تستخدمه بمشاهدة الأفلام وشاهدة المحتوى بشكل عام وبالألعاب رح ينطيك تجربة صوتية جداً ممتازة وشاومي بهذا الجهاز مخلي أحدث التقنيات اللي موجودة بعالم التقنية الجهاز هنا يدعم الواي فاي 7 وبالإضافة إلى دعمه للبلوتوث 5.3 والNFC فهواء من التقنيات موجودة وهنا دعمتها شاومي بشكل كامل الكاميرات رح نسولف عليها أكو بروز إليها بشكل واضح جداً فمن تخليها على الميز الجهاز ما رح يكون ثابت فممكن تستخدم حافظة أو أي شي كشكل خارجي للجهاز كلش حلو الجهاز طبعاً منحني من كل الأطراف من الخلف ومن الأمام وهس رح نسولف على الشاشة شاشة فيها تفاصيل جداً رهيبة هذه الشاشة ترددها 120 هرتز فرح تنطيك سلاسة من تستخدمها ويالتطبيقات والألعاب اللي هي أصلاً تدعم ال120 شاء الله الثاني أنه نوع هذه الشاشة هي أماليد بالإضافة إلى أنه حجم أو قياس هذه الشاشة هو 6.73 فحجم الشاشة جداً كبير رح تكون تجربة كلش حلوة من تستخدمها بالألعاب أو بمشاهدات المحتوى وعندي كثافة بكسلات كلش عالية هناك الكثافة هي 522 بكسل والسطوع الشاشة جداً عالي بحيث ما تستخدم الجهاز تحت أشعة الشمس رح تقدر تشوف التفاصيل الخاصة بالشاشة بشكل كامل هناك السطوع عندي 1900 شمعة وحدة من طرق الحماية اللي موجودة اللي هي بصمة الأصبع اللي صايرة أسفل الشاشة أداء البصمة جداً سهرية وما عندي علي أي ملاحظات الأداء وقوة المعالج هذا الجهاز هو يعتبر فلاكشب يعني أقوى جهاز أصدرته شركة شاومي لغاية الآن هذا الجهاز بمعالج من شركة كوالكوم اللي هو سناب دراجون 8 الجيل الثاني اللي تكون معمارية التصنيع ماتة 4 نانو متر الرهيب وين أنه هنانا الرام الخاص بالجهاز هو 12 جيجا بايت وذاكرة الداخلية 512 نوع الذاكرة الداخلية UFS 4 وهذا أحدث أو أقوى أصدار وصلته استخدمته شاومي بهذا الجهاز حتى نوع الذاكرة الداخلية أو نوع الرام الموجود هنا هو DDR5X فشركة شاومي هنا استخدمت أقوى عتاد موجود بأحدث الإصدارات رح تشوفها بإصدارهم شاومي 13 برو الكاميرات الكاميرات من الخلف عندي ثلاثة كاميرات والشيء الرهيب شاومي التعاونة ويا لايكا المشهورة بالعدسات خذ الشركة الألمانية فجودة الصور اللي تم التقاطها من خلال الجهاز بوضعيات كل شهوية سواء بالكاميرا الأمامية أو بالخلفية بالليل والنهار أنطعتني نتاج كل ش ممتازة أو قبل من نشوف الصور خلي نشرح الكاميرات أو مواصفاتها بشكل سريع عندي الكاميرا الرئيسية بقوة 50 ميجابيكسل بفتحة عدس 1.9 والكاميرا الثانية اللي هي 50 ميجابيكسل تلي فوتو بها تقريب لغاية 70 أكس فالتقريب اللي موجودة هنا كل ش ممتاز والكاميرا الثالثة والأخيرة كاميرا خلفية هي أيضا 50 ميجابيكسل اللي صور لصور بزاوية واسعة هذه كل صور اللي تم التقاطها بجهاز شاومي 13 برو شون تشوفون الوضعيات سواء بالليل أو النهار والكاميرا الأمامية اللي صايرة بشكل ثقوب بوسط الشاشة تجي بدقة 32 ميجابيكسل وهذه أيضا تجربة للكاميرا الأمامية بوضعيات مختلفة بصراحة النتاج اللي حصلتها من خلال هذا الجهاز جدا ممتازة وجدا قوية بكل الكاميرات اللي موجودة على الجهاز طبعا الجهاز أكيد يصور 8 كي بالإضافة لأنه يصور 4 كي لغاية 60 فريم شون تشوفون النتاج اللي حصلناها ووصلت إلى أخير شغلة اللي هي البطارية هذا الجهاز ببطارية بسعة 4820 ميلي أمبير طبعا الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط بحيث أنت تشحن الجهاز وهو نصفر من صفر إلى 100% راح ياخذ من عندك 19 دقيقة بس مو بس هذا الشي الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط بالإضافة إلى الشحن العكسي اللاسلكي اللي تقدر تشحن من خلاله ساعة سماعة أو جهاز آخر أيضا يكون بقوة 10 واط فالنتاج اللي حصلتها من ناحية البطارية نطيق نتاج كل شغلوية نحن طيق نتاج أكيد البطارية تعتمد حسب الاستخدام مالتك سواء تستخدمك كتصفح أو استخدام عادي أو تستخدمك بالألعاب بس شحنة وحدة راح تمشيك تقريبا يوم كامل الشغلة الباقية اللي راح تسألوني عليها اللي هي سعر الجهاز مثل ما نعرف أنه اليوم كان حدث الإطلاق لشركة شاومي أطلقوا هذه السلسلة فبس يتوفر السعر الرسمي للعراق أكيد راح أذكر لكم خليكم تابعين حسابي على الانستغرام والفيسبوك راح أنشر كل هذه التفاصيل فبس يتوفر سعره بالعراق راح أبلغكم به ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع واللي كانت معاينة لجهاز شاومي الجديد اللي هو شاومي 13 برو أي سؤال عدكم أو استفسار اكتبوا ليها بالتعليقات وبنهاية هذا الفيديو رجعت للمكتب وأقول لكم مع السلامة